موسيقى مساء الخير على حضراتكم بنرحب بيكم من مصر حلقة جديدة أهلا بيك ريهام أهلا يا عام حلقة سعيدة إن شاء الله في أخبار سعيدة بإذن الله عندنا النهاردة حوار فني مهم جدا إن الأخ الكبير مسلسل مهم في الفترة الأخيرة كان عليه جدل كتير وكان لي جمهرية واسعة النهاردة ضيوف الأخ الكبير هم ضيوف من مصر ومعينا مجموعة من الفنانين اللي شاركت فيه المسلسل اللي شايفة إنه حقق نجاح لما تعرض الحقيقة دي فقرب يعني نتمنى حضراتكم تكونوا معانا وتشوفوها النجوم اللي هيكونوا أو كانوا مشاركين الحقيقة في العمل ده والقائمين عليها هيكونوا ضيوفنا إن شاء الله بعد كمان شوية لكن خلونا نبدأ الأول بالأخبار المتعلقة بكورونا والجهود اللي بتقوم بيها الحكومة الحية في الإطار ده إطار اللي احنا بنسميه الفورية في التعامل مع الأمر والشفافية والمصدقية النهاردة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وأيضا وزراء السياحة والأثار والإعلام أعقدوا مؤتمر صحفي كلموا فيه عن كل ما يتعلق بالمستجدات الخاصة بكورونا وحالات الإصابة وما إلى ذلك وزارة الصحة أعلنت إن فيه 26 حالة من اللي كانوا موجودين في الحجر الصحي نتيجة تحاليلهم تحولت من إيجابية إلى سلبية خلاص يعني تقريبا ما عندهمش حاجة ده كان من أصل الـ 59 حالة اللي كانت ثابت إيجابيتها اللي طبعا بدأت به الحالة الأولى للأجنبي اللي كانت اكتشفت إصابته في مصر ونتيجته أو نتيجة تحاليله يعني طلعت سلبية وتعافى خلاص وغادر الحجر الصحي من أسبوعين ولا حاجة دلوقتي بتتم حاليا متابعة الحالة الصحية للـ 25 اللي مازالوا لسه موجودين في الحجر الصحي أو في العزل الصحي في ابن جيلة دول المتبقيين حتى الآن وهيتم إعادة إجراء التحاليل مرة أخرى ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري كمان الوزيرة أضافت خلال المؤتمر الصحفي إن عدد الحالات اللي ثابت إصابتها بفيروس كورونا في مصر وصل حتى الآن إلى 59 حالة من بينهم 8 حالات تم اكتشافهم بشكل مباشر بالإضافة طبعا للـ 51 حالة التانين اللي ضمن إجراءات الرصد والتقصي اللي بتقوم بها الفرق الطبية في مصر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وفقا لإرشادات بتاعتها وطبعا جزء كبير منهم كان في الباخرة نيليا في الأقصر الباخرة صار تعالوا نشوف النهاردة إيه اللي تقال أو تحديا اللي قالت وزيرة الصحة منذ أعلان منظمة الصحة العالمية إن يجب على الدول لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الكورونا كان في يوم 7 يناير 2020 جمهورية مصر العربية ومطار القاهرة كان أحد أول ثلاث مطارات في العالم تاخد هذه الإجراءات نسقنا مباشرة مع منظمة الصحة العالمية خدنا كل الإجراءات قبل ما أتكلم عن طبعا في تصريحات كتيرة لوزيرة الصحة هنتناولها في حدثنا أكيد مع حضراتكم ومع الضيوف اللي هيكونوا معنا عبر الصوت والصورة لمعرفة المزيد عن الفيروس المستجد كورونا والتعامل معاه وأهم ما جاء في هذه التصريحات من قبل وزيرة الصحة قبل ما أتكلم عن الشائعة اللي تمنا فيها من وزارة السياحة والأثار الشائعة دي وصلتني في رسالة الرسالة دي شبه رسائل كتير قوي بتجيلنا بقالنا فترة وزادت قوي في 24 ساعة الأخيرة وإحنا بنعمل فورورد للرسائل دي بكل سهولة وبنقهرب الجو أكتر ولما نيجي نسأل مين الصوت اللي في الرسالة دي طيب الرسالة دي منسوبة لمن ما نعرفش اللي بعيدها بيقول ده تقريبا دكتور ده تقريبا حد بيشتغل في وزارة كذا أي كلام يعني حتى صحة الرسالة من اللي بيبعتها ملهاش أي دليل هي صحيحة ولا لأ هي غلط ولا لأ طيب وليه وليه نعمل الجدل ده والقلق ده هي الدنيا أصلا يعني مش نقصة في العالم كله فخلينا كده حرصين على بعض خلينا كده يعني واخدين الأمور بهدوء علشان ربنا يعدين منها على خير ما ينفعش الفورورد دي على طول كده يعني نشوف إحنا بنبعت إيه وبعدين كل جروب عليه أعداد كبيرة والرسالة بتنتشر بسهولة ما ينفعش وخصوصا الجروب الخاص بالأمهات أنا شفت حالة أنا مش عارف إيه يعني يا جماعة على فكرة هيحصل على ترويج الشائعات دي عقوبات رادعة لأنها بتثير الألق اللي هو أصلا موجود كلنا أكيد خايفين على ولادنا وخايفين على نفسنا بس إحنا بنخوف بعض أكتر لو خد بالك كمان حاجة برضو يعني إحنا بارح ضربنا مثال لحضراتكم إن إزاي في ناس ممكن تعمل ده زي ما بتقول رهان بحسنية يعني أو مش يعني لا تتأكد ولكن مش مطلوبة بقى حسنية في الزوء الصعب سوء النية مش مستبعد وإن بارح ضربنا لحضراتكم مثال بحالة الطفل اللي هو بيبكي وإمه بتعمله كمدات بالحرارة بيقولوا ديك طبعا ميليشيات والجان الإلكترونية الإخوانية بيقولوا إن دي حالة في مصر يا جماعة وما تودوش ولادكم المدرسة لما دورنا لقينا الفيديو ده من 2016 لطفل في المملكة العربية السعودية تخيلوا حضراتكم بيتم استخدامه كذبا وظهورا النهاردة من قبل ميليشيات والجان الإلكترونية الإخوانية واجبناها لحضراتكم يعني بصوت والصورة مبارح لأن اللي احنا بنتكلم فيه ده أمن قومي ولازم يكون فيه حقيقي يعني صراحة في كل حاجة بيتم تناولها دي مسئوليتنا مسئوليت كل مواطن قدام نفسه قدام عيلته وقدام أهله وصحابه اللي بيشاير لهم الحاجات دي وهو أصلا مش عارف هي جاية منين ده واحد بيقول رأيه في الموضوع ده شخص مسجل رسالة بصوته كده عادي أو واحدة ست إزاي نشايرها بالأريحية دي ونعمل قلق ونوسع دايرة الجدل يريدنا نتبه لده لأنه في النهاية هو بيعود علينا الدكتور خالد عناني وزير السياحة والأثار أكد أنه اللي تم تداوله مؤخرا شائعات وده كان عن إغلاق المناطق الأثرية بسبب فيروس كورونا وقال إن ده كدب وأكد إن المواقع الأثرية موجودة وبتفتح أبوابها للناس وأن معدلات السياحة في مصر ما تأثرتش وأضاف العناني في المؤتمر الصحفي اللي عقده في مقر وزارة الإعلام للإعلان عن آخر تطورات فيروس كورونا إن الفيروس أزمة بيمر بيها العالم كله لكن مصر لسه من أقل الدول اللي بتعاني من هذا الفيروس وطبعا تصريح زي ده أكيد بناء على معلومات وأكيد بناء على إحصائيات موجودة لدى الوزارة ولدى كل الوزارات وده بيتوافق مع توافد أعداد كبيرة من السائحين للأقصر جاية من سفاجة والغردقة في رحلة تسمى برحلة اليوم الواحد وبيجوا للاستمتاع بزيارة الأماكن الأثرية والسيحية المختلفة في المدينة منها معبد حد شبسود بالدير البحري ووادي الملوك ومعبد مدينة تهاب وبالبر الغربي في لؤسر ومعابد الكارنك ولؤسر في البر الشرقي أكيد بيبقى فيه إجراءات وقائية عشان عارفنا اللي بيسمعني دلوقتي بيقول طيب وهم يعني إزاي نطمن وهم جايين أكيد فيه إجراءات احترازية الدولة بتقوم بيها وزارة السحر شفنا مطار لؤسر زعنا لحضراتك بتقرير من مطار لؤسر على الإجراءات الصحية اللي بتتبع للناس اللي بتوصل وما نقدرش نقفل أبوابنا للناس اللي جاي لنا وهي متطمنة وهي مرتاح أنها دخل مصر اللي مذكورة في كل الأديان أنها آمنة خلينا نشوف تصريحات الوزير عن السياحة في مصر فيما يخص السياحة المشكلة الحقيقية والوحيدة اللي عندنا هي فعلا على مركب موجودة كانت بتعمل رحلة نيلية في الصعيد وزارة الصحة قامت وفقا للمعايير ومنظمة الصحة العالمية خدت كل الماجرز المطلوبة سواء من عزل أو الاحتفاظ بالناس على المركب وأحب أقول لحضراتكم أن من النهارده الصبح كل السائحين اللي موجودين على المراكب في الصعيد وعلى في فنادق الأقصر وأصوان اللي هم ما تكشفش عليهم أو اتكشف عليهم وطلع نيجاتيف كلهم يقدروا يسافروا يقدروا يزوروا يقدروا يعملوا كل اللي هم عايزين طلعت إشعات أن الأماكن الأسرية مقفولة هذا كذب تماما أنا كنت في الكارنك أول انبارك أنا ومعالي الوزيرة ومعالي وزير الطيران روحنا شفنا المطارات دخلنا الكارنك ويمكن بشكل استثنائي أنا أحاول أرقام إحنا في السياحة دايما بنقولش أرقام لكن أحب أقول لكم أرقام شهر فبراير الماضي اللي هو كانت الأزمة موجودة في العالم كله زار مصر ما يقرب من تسعمائة ألف زائر سائح زار مصري غير مصري طبعا ده بزيادة حوالي أربعة في المية عن فبراير 2019 يعني الشيء الكويس بس أن طالما فيه إجراءات في البلد عشان في ناس تقول لك السياحة وليه السياحة وليه من استقبل السياحة والكلام ده كله يعني حتى الآن مثلا أسبانيا لسه أشوف حضراتكم من الحالة اللي حصلة في إيطاليا وإيطاليا قولها تريبا بقت تحت الحجر الصحي لسه أسبانيا النهاردة معلقة اتحرك الطيران مع إيطاليا الطيران اللي جايب من إيطاليا على أسبانيا رغم من الحالة في إيطاليا يشوفوا عاملة ازاي فما فيش دولة ممكن تتصرع دلوقتي وتقولك هقفل الطيران هقفل حدودي مش عايزة سياح حاجة في الدنيا ابدا ممكن نعمل كده بس عشان حضراتكم تبقوا متخيلين دي سياحة جاءة من ايطاليا اللي فيها الاصابات كل يوم بالمئات والوفيات بالعشرات ولكن اسبانيا لما خدت القرار ده خدت القرار بعد وقت معين في زرف معين فحد يجي يقولك ما توقفوا السياحة نقولوا انت بتهزر يعني ما فيش حاجة اسمها كده يعني طيب نروح الحقيقة لشيء مهم جدا النهاردة وكان شيء مطلوب اللي هو القرار او التكليف اللي اصدره رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النهاردة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل من ازاع اخبار او بيانات كاذبة او شائعات تتعلق بفيرس كورونا او غيره الحقيقة من الاخبار اللي ممكن من شأنها ان هي تكدر الامن العام يعني لما طلع اشاعة اقول ان فيه عيال بتموت في المدارس طب بالتالي الناس مش هتنزل عيالها المدارس بالتالي هيبقى فيه وقف للناس الحق ده متر الانفاق في ايه ده المواصلات فيها ايه ده الاسواق فيها ايه الناس هتقعد في بيوتها فبالتالي ده من شأنه الحق الازى مش بس يعني الدولة اللي هي مواطنين مجموعة المواطنين واسم دولة فاحنا كنا نضار فبالتالي ده بيدر بالدولة ككل عفوا المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال ان ده في اطار الجهود المبزولة من الدولة المصرية لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس كورونا حيث طلاحت في الاونة الاخيرة انتشار هذه النوعية من الشائعات وتناقل المعلومات من خلال بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي زي اللي كنا عرضناها لحضراتكم مثلا بالامس اما من قبل افراد او من قبل بعض الشخصيات اللي ممكن تكون عامة او شخصيات مشهولة او ربما مواقع يعني تشتغل في مجال الصحافة بشكل او باخر مجلس الوزراء الشدد على جميع المواطنين بعدم تداول اي بيانات او معلومات غير صدرة من الجهات المعنية الرسمية وان وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة والرسمية المعتمدة لاعلان اي مستجدات بخصوص فيروس كورونا واظنوا حراكم شايفين محدش قدر يخبي حاجة ولا حد يقدر يخبي اي حاجة والله قرار يعني كل التحية والتقدير اللي احنا تعبنا بصراحة من كم الاخبار اللي بنسمعها متلخبطة على بعضها ومش عارفين اصلا مصدرها ايه فبصراحة يعني انه يتم اخذ موقف قدام كل رسالة بتوصل لاي شخص وشك فيها وشك في انها سليمة من خلال سؤاله عن مصدرها ولا انه مفيش اي حاجة تدل الرسالة دي جاية منين ده قرار بحي بجدد الجهات المعنية عليه لانه في الاخر مأثر علينا وعلى التعاملات كمان اليومية بالتأكيد خلينا نروح لأخبار يعني رصدناها كمان معاكم في من مصر بشكل في يعني القاء الضوء بقوة على المضمون الخاص بالحالة الجوية في الفترة اللي جاية دي هيئة الارصاد الجوية كانت قالت انه من المتوقع طبعا بجانب العواصف اللي هتحصل انه فيه انطار انطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري وبتمتد المدن القناة وخليج السويس وحتكون رعدية على بعض المناطق وحتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وتوقع مركز التنبؤ في التقص التابع لوزارة الموارد المائية والري انه بكرة ان شاء الله هيكون برضو فيه انطار ولكن متوسطة غرب البلاد وحدة الانطار دي هتقل كلما اتجهنا شرقا الا انه من المتوقع انه طبعا يوم الخميس زي ما تكلمنا امبارح في برنامج من مصر هيكون فيه سقوط امطار غزيرة على السواحل الشمالية والدلتا والصعيد وسيناء وممكن تؤدي لسيول في السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس وده الاعلان اللي بنتحدث عنه من مبارح علشان الكل ياخد حذره وطبعا عارفين انه حصل ايضا اجراءات من قبل الدولة خاصة كمان بتعليق الدراسة في يوم الخميس معنا دلوقتي على التليفون علشان نعرف اكتر عن الاخبار بنرصودها مع حضراتكم اخبار الطقس برضو لها نفس الاهمية اللي واخدها فيروس كورونا لان الناس طبعا قلانة من الطقس يوم الخميس والجمعة دكتور محمود شاهين ودير مركز التحليل والتنبؤات الجوية اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك يا فاند مساء الخير عليك وعلى السادة مشاهدين مساء الخير دكتور محمود هبدأ معاك بالموقف يوم الخميس الناس كلها بتتكلم واخد الحذر وناس اجلت شغلها اه او زيارات او مقابلات علشان يوم الخميس والتحذيرات اللي صدرت من هيئة الارصاد الجوية ادينا فكرة يا فاندم عن البدايات بقى اه ونذر يوم الخميس اللي هتكون من الاربع نفسك طب نفسك في الهيئة العامة لارصاد الجوية ان في حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الاحوال الجوية تبدأ يوم الخميس سواء تستمر معنا خميس وجمعة وسبت اللي طبعا واضح طبعا اللي كافة الجهات المعنية اصم غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار يعني متبنية الحدث وبالفعل تم زاعة البيان الى كافة خطوات والاستعدادات والحيطة والحضر والحضر طبعا مهم جدا في حالات عنيفة زي دي لكن نوبا للهضرار والمخاطر التي يمكن ان تحدث المخاطر برضو اللي حضرتك ممكن تنوي عنها كمان الناس الممكن بتسافر على الطرق السريعة وتنقل ما بين المحافظات حضرك تنصح بايه في الخميس والجمعة طبعا بخاطر الامكان لو يعني على الصفر طبعا خلال هذه الفترة والتزام المنازل يكون افضل لان غزات الامطار هتكون شديدة خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات مائية الوجه البحري القاهرة السوحل الشمالية كل الاماكن هتكون فيها امطار غزيرة فطبعا اذا اضطرتنا الظروف فالقيادة بهدوء على الطرق من اهم النصائح اللي ممكن نوجيها لسائق المركبات التأكد والاكمينان على مسطحات السيارات طبعا عدم ركن السيارات اماكن طبعا لانها هيكون فيها واجديد فبرضو ان ما نركنش السيارات تحت لوحات الاعلانات او طبعا تحت الاشجار مهم جدا اثناء السر او الترجل على الاقدام نكون بعيدين تماما احنا طبعا بنحاول ان ما يكون نمشي في الامطار بناخد الجنب كده في الشارع وفي الطريق بينها والجانب ده بتكون فيها عملية نهارة واكشات كهرباء نكون حذرين جدا اثناء الاختراب من هذه الاماكن لان طبعا الاسعابة بسعق الكهربائي زي ما حصل في الحالات اللي فاتت ربنا سلمها ان شاء الله ان شاء الله اللي ما عندوش حاجة ضرورية يا دكتور ما فيش داعي ينزل يعني ده اللي احنا فهمناه من تحذيرات حقيقة الارصان طبعا ده يفضل طبعا النزول للضرورة فقط الملحة طبعا يفضل طبعا التزام المنازل لحين مدور الحالة بسلام بإذن الله شكرا جزيلا من دكتور شرفتنا دكتور محمود شهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية عايز اقول لحضراتكم خبر برضو جاي من وزارة الصحة تحديدا بخصوص لقصر والسائحين اللي كانوا موجودين في النايل كروز او في مركب البخيرة او العائمة الموجودة في لقصر وزارة الصحة اعلنت حالا مغادرة 48 اجنبي كانوا متواجدين على متن واحدة من هذه البواخر النيلية في لقصر غادروا الى بلادهم منذ قليل يعني النهاردة بالليل وكمان بكرة الصبح في 35 اجنبي من اللي كانوا موجودين في البخيرة النيلية هيغادروا ان شاء الله لبلادهم بكرة صباحا المتحدث باسم وزارة الصحة اكد ان هؤلاء الاجانب غادروا محافظة لقصر الى بلدهم بالفعل اللي هم 48 اللي مشوا من شوية بعد التأكد من سلبية نتائج تحليلهم لفيروس كورونا وطلبوا بالفعل عودتهم لبلادهم وبالفعل خلاص سفروا وكمان بيأكد المتحدث باسم وزارة الصحة عدم رصد اي حالات مصابة او مشتبه فيها بكورونا في جميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الاشارة اليه او ذكره واشار ان فور الاشتباه باي اصابة سيتم الاعلان عنها على الفور بكل شفافية طبقا للواقع الصحية الدولية وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبتأكد كمان وزارة الصحة تواصل الوزارة في رفع استعداداتها بجميع المنافس البرية والبحرية والجوية ومتابعة الموقف اولا باول بشأن فيروس كورونا واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية اللازمة ضد اي فيروسات او امراض معضية يعني 48 خلاص سفروا بلدهم من نهاردة وفي 35 هيسفروا بكرة الصبح من اللي كانوا موجودين على واحدة من البوايخ المالية في القصر ان شاء الله خير يعني الاجراءات الوقائية بتسير على قدم وساق في كل مكان اجراءات مهمة بيتم اتخذها الفترة دي في كافة المعابر المنافذ محطات القطارات المترو بيتم طبعا تعقمها بالتأكيد مع كمان الاجراءات المفروض احنا نتخذها كمواطنين وكسلوكيات خاصة بينا علشان نقي نفسنا من اي مشكلة صحية لقدر الله ونقي كمان ابنائنا واطفالنا وده مش عيب يعني ان احنا نحذر بعض كده وان احنا نكون واخدين بالنا دي حاجة بالعكس مهمة في الفترة دي ولازم نشجع اللي بيعملها وندعمه الاجراءات الاحترازية موجودة كمان في المطارات ده اكيد ضمن خطة مواجهة فيروس كورونا لانه من اكتر الاماكن طبعا اللي بتستقبل جنسيات العالم اكيد المطارات كاميرا من مصر رصدت الاجراءات الوقائية دي زي ما احنا شايفين وفي مطار اسوان تحديدا كان معينا لقطات مهمة جدا نعرضها على حضراتكم في التقرير اللي جاي اجراءات مكثفة يشهدها مطار اسوان الدولي لمواجهة فيروس كورونا تجاه الطائرات القادمة من الخارج فور دخولنا صالة المطار تم ارشادنا لارتداء معدات السلامة وقام فريق من الطاقم الطبي بقيامهم بالاجراءات المتبعة التي تتم مثلها عند وصول اي طائرة والتي تبدأ بقياس درجة حرارة الراكب وتسليمه كارت لمتابعة حالته الصحية لمدة تصل الى 14 يوما من تواجدهم داخل البلاد الشقة اللي بيتم على الطيارة انه جميع اطقم الطايرات بالتنسيق مع الحجر الصحي واخد عبوات تطهير بيقوم باجراءات التطهير على الطائرة سواء على الراكب او على شنطة الراكب بمجرد اصول الراكب بعد كده الاوتوبسات اللي بتنقل الركاب بيتم تطهيرها قبل وبعد اصول الطائرة المطار مزود باطباء ومراقبين طبيين يعملون على مدار ساعة متبعين الاجراءات الاحترازية التي تتم وفقا للمعايير التي عدتها منظمة الصحة العالمية للتعامل مع كافة القادمين من الركاب عن طريق فرق طبية وتمريضية تم تأهيلها على التعامل مع الحالات المشتبه بها اي حالة بيشتبه في اصابته من خلال بعض الاعراض زي الارتفاع في درجة الحرارة او بعض الاعراض التنفسية بيبقى موجود في غرفة العسل وبنطلب له احنا عندنا هنا عربة اسعاف ذاتية التعقيم واحدة من عشر عربيات منتشر على مستوى الجمهورية موجودة هنا في مطار اسوان في خلال اقل من عشر دقايق الوافد الموجود بيتم على طول ان هو بيحال اي لمستشفى الاحالة اللي موجودة في اسوان هي مستشفى اسوان التخصوصي بمنطقة الصدق حالة تأهب قصوى منذ ظهور فيروس كورونا بجميع مكاتب الحجر الصحي بالمطارات المصرية التي تقوم بالكشف على جميع الرحلات دون استثناء لضمان تحقيق اعلى معايير السلامة الصحية كل راكب يهبط ارض مطار اسوان لا يخرج من صلة الوصول هذه قبل خضوع العمليات فحص تتم ضمن حزمة من الاجراءات الوقائية التي تطبكها ادارة الحجر الصحي تزامنا مع اجراءات الوقاية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية لضمان تحقيق السلامة الصحية للركاب من فيروس كورونا من مصر محمد خالد النهاردة الرئيس الصيني تشينج بينج ظهر وهان الصينية طبعا دي في اقليم هوبي اللي كان ظهر فيها المرض منتاشر او فيروس كورونا بشكل كبير جدا ولكن قدرت الصين الحقيقة انها تضرب نموذج في القدرة على احتواء هذا الفيروس العالمي الكبير وتيرة الاصابات في الصين طبعا تراجعت بشكل كبير جدا 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 كذلك الوفيات قلت بشكل كبير جدا في الصين زي ما حضراتكم شايفين الرئيس الصيني وهو بيتجول في شوارع المدينة اللي كانت خوية تقريبا كانت مدينة اشباح راح ظهر عدد من المراكز الصينية اعفوا المراكز الطبية الموجودة في المدينة الناس اللي قدمت الخدمات الصحية على مدى الشهرين تقريبا اللي فاتوا من 31 ديسمبر وحتى الان شايفين حضراتكم يعني المدينة اللي كانت شبه خوية هتبدأ تدب فيها الروح مرة تانية فاكرين حضراتكم في بداية الازمة لما نشرنا كده مقطع فيديو كان نشره او منشور في وهان بيحكي ان ذكرت مدينة عمرة بالناس ومدينة ما بتنامش ومدينة نشاط وكلها حيوية بمدينة المصانع بزبط وبدأت يحصل الازمة اصبحت مدينة خوية ولكن ازاي عندهم الامل تاني ان هو ترجع وهان زي ما كانت وترجع افضل من الاول وتاني تنتشر الشوارع والمصانع والاماكن السياحية ترجع تاني تشتغل ده نموذج الحقيقة الصين بتضربه للعالم كله ده كمان المنشور النهاردة حابين نوري حضراتكم الخبر ده من شاينا ديلي موقع شاينا ديلي وهو بيتكلم ازاي ان الصين ضربت نموذج للعالم كله في كيفية محاربة هذا الفيروس ولكن كمان الحقيقة بيقوله طبعا ده نتيجة للاجراءات الشاملة والاجراءات الدقيقة اللي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الفيروس ما قدى الى تناقص الاعداد بشكل ملحوظ خلال الاسابيع اللي فاتت ودي صورة الحقيقة لبعض الناس النهاردة وهي خارجة وفيه 11 مستشفى من 14 حجر الصحي كانوا موجودين في الصين في وهان في قليم هوبي بالفعل اتقفلوا كمان بي لكن برضو الجماعة الصينية او الخبراء الصينية بي هنا بركزوا على جزئية معينة بيقولوا ان خلاصة التجربة اللي الصين خرجت بيها هي ان النظام الصحي العالمي ضعيف النظام الصحي العالمي قاصر بمعنى ايه بقى شرحوها بمعنى ان ان وباء زي ده او فيروس زي ده ينتشر في اقليم ودولة بتحاول تحتويه ولكن سريعا بينتشر فيه خلال اربع اسابيع او خمس اسابيع ينتشر لأكتر من مئة دولة في العالم فبتأكد ان النظام الصحي العالمي قاصر او فيه قصور نقطة مهمة بصراحة ده اللي بيقولون خبراء وده كمان الامر لانه طبعا كان صادر من وهان الموقف في الاول وفي نفس الوقت كمان استجابت المواطنين على الكلام اللي قلناه دلوقتي اللي هي اجراءات الحكومة استجابتهم لكل المطلوب منهم استجابتهم للسلوكيات اللي بيتم العمل عليها الارشادات اللي هتكون معاكم كمان النهاردة في السوشيال ميديا مع عمر ارشادات خاصة بالتعامل مع الفيروس او التعامل مع الوقاية من اي مشكلة صحية على اخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي مباشرة من وهان دكتور علي بابدائيا نطمن على حضرتك اخبارك ايه في وهان والاحوال الصحية عاملة ازاي دكتور علي الصوت بس مش وصل لنا هو سمعنا طيب الدكتور سمعنا هنحاول نرجع تاني للدكتور مهم طبعا ان احنا نعرف الموقف في وهان دلوقتي خصوصا بعد الاعلان عن انها دلوقتي خلية وتم السيطرة على كل شيء خاص بفيروس كورونا رجع لنا تاني رجع لنا تاني الدكتور علي الوعري اخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي من وهان الصينية بجدد التحية بيك يا دكتور سعداء بوجودك معنا انقلنا بقى الموقف يعني ضعنا في الصورة زي ما بنقول في وهان صراحة احنا ما زلنا مساء الخير صبعا بالبداية احنا الان صراحة ما زلنا تحت في المشدد اللي خارب الآن فترة الخمسين يوم في السداية الثلاثة وعشرين يناير الماضي الحمد لله كنا بصحة جيدة والحمد لله وتم يعني انا وطمئ من حولنا العربية انه الآن انحصار الفيروس في مراحله الأخيرة بالنسبة لمدينة وغان ومقاطعة خبير طيب يا دكتور الصين النهار بتدشن والعالم كله بيكلم على ان الصين ضربت نموذج في التعامل مع هذه النوعية من الفيروسات وانها قدرت انها تتحكم فيه بهذا الشكل ودي شهادة نجاح لكن على الجانب الاخر الصينيين بيؤكدوا ان النظام الصحي والوقاء العالمي قاصر وان العالم رهينا للفيروسات الآن صراحة اي وباء بيظهر بهذا الشكل لأي دولة سواء كانت حظمى او دولة آمية بيفسس عملية اربار وخاصة بالكادر الصبي او بوزارة الصحة والكوادر الصبية اربار هذا الوباء اشي جديد ظهر لم يظهر له اسبابه او احنا مش عارفينه كاطباء فبالتالي تكرس له جميع الكوادر البشرية وفي حالة اربار في البدء لكن صراحة الصين عملت في هذا الموضوع اشياء جبارة تشكر لها بانه اعطت حق البجار لدول العالم اعطت نتائجها بالمجان الان المفروض احنا نحتاج من هذه التجربة طيب يا دكتور انا هكلم حضرتك يعني كطبيب كاخصائي جراحة الصدر والجهاز التنفسي دلوقتي احنا بنتكلم عن اغلاق مستشفى خاص بعملية التصدي للفيروس في وهان هل احنا كده بنتكلم بانه ما بقاش في حاجة لهذه المستشفيات لهذه المراحل العلاجية فعلا هناك كان في البداية طبعا الاعداد الكبيرة من المصابين والخاصة المشتبه في إصابتهم او الإصابات الطفيفة خلينا اقول تم انشاء مستشفيات ميدانية لان المستشفيات المدينة الاساسية كانت لا تسفي لاحتواء هذا المدد السبير من الإصابات فتم انشاء تقريبا 16 مستشفى ميدانية في قاعات المجتمعات الدولية في يعني في الأماكن الحكومية العامة ولكن تم بناء مستشفيين ميدانيين اللي هو خوش وليش عشان في بناءهم في بقرة وزيزة لا تتعدى العشر أيام هذه المستشفيات الميدانية تم إغلاقها بالأمس واليوم وبقي هناك مستشفيين الميدانين اللي تم بناءهم في أشرة أيام ويحتوي الأرن على المرضى المصابين في الصابة أو في المتوسطة والقاطرة من أشكرك دكتور شكرا جزيلا ربنا إن شاء الله يسلمك إن شاء الله وجميع الناس اللي موجودة في الصين مش بس يعني العرب أو المصريين ولكن كل الموجودين إن شاء الله في الصين نبص سريعا كده على الموقع نشوف آخر الأخبار والحقيقة اللي هيبقى صعبة جدا بالنسبة لنا هي إيطاليا عموما يعني بنتكلم حتى الآن الإصابات وصلت لـ 118 ألف إصابة من أول مظاهر المرض يعني اللي خف منهم أو اللي شوفي 65 ألف الوفيات حتى الآن 4267 ده أخرجكم شايفين الحالات اللي حاليا وإحنا بنتكلم عندها الفيروس 49 ألف أو 46 شخص 88% منهم حالتهم الصحية مطمئنة يعني لكن 12% حالتهم خاطرة وده طبعا النسبة بتتراجع كنا بيتكلم في 18% و20% حالات خاطرة من أسبوع النهاردة بنتكلم في 12% حالات خاطرة طبعا الصين وفقا للأرقام الصين كلها النهاردة فيها 26 إصابة لو أنا ما كنتش ياف صح 26 إصابة جديدة لها بالله صفر و17 وفاة إيطاليا الرقم المخيف إيطاليا الرقم المخيف 800 77 إصابة جديدة النهاردة في إيطاليا و168 وفاة هي أعلى نسبة إصابات تقريبا وأعلى نسبة وفاة طبعا إيران 887 لكن هي أعلى نسبة وفيات موجودة في إيطاليا 977 بفعل يبقى هي أعلى نسبة إصابات إيطاليا وأعلى نسبة وفيات عشان كده الحكومة الإيطالية قابقوا سين أو أدنى أنها تعلن إيطاليا بالكامل 60 مليون مواطن إيطالي تحت الحجر الصحيح واستيقاظوا على أنهم يعني منطقة خطر من ناحية فيروس كورونا طبعا عايزين نطمن على الأخبار في إيطاليا من دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بكلية الطب جمعت عين شامس يا دكتور أشرف مساء الخير على حضرتك يعني الصين ضربت نموذج الحقيقة فقد يكونش مبشر لاحتواء الفيروس ولكن الوضع في إيطاليا برضو مخيف يعني في دول يستشري فيها ويتشرص فيها الفيروس وفي دولة زي إيران وإيطاليا وفي دولة زي الصين المصدر هي اللي تنجح في القضاء عليه سيابتك شايف قد إيه إحنا أو العالم قادر نهاردة أنه يتحكم ويواجه الفيروس مساء الخير يا أستاذ عامر أتشرف بحضرتك النهاردة المعلومة اللي حضرتك بتقولها الحقيقة معلومة مهمة جدا لأنه ده يعني أنه الصين بتخاسها للإجراءات الوقائية قدرت أنها تسيطر على انتشار الفيروس بشكل قوي جدا وبالتالي نتج عن الحكاية دي أن عدد الحالات الجديدة التي تم إصابتها بدأ في التناقص لدرجة أنه العداد اليومية اللي بتدرك في الصين بدأت تتناقص جدا وده بيدل على التزامهم بالإجراءات الوقائية في معنى انتشار الوباء يمكن الموضوع مختلف شوية بالنسبة لبقية الدول اللي بدأت يظهر فيها حالات جديدة بشكل متفاقم زي إيطاليا وإيران لأنه طبعا كان فيه انتشار شديد جدا للمرض والمشكلة لكن لم يكن هناك من يتنبه لاتخاذ الإجراءات الوقائية وبالتالي منع انتشار المرض أعتقد أننا في انحصار أو الصين قدرت تعمل انحصار للحالات الجديدة لكن على بقية العالم أنه هو يحزو حزوها في اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء بالشكل الشديد اللي بيحصل في بعض الدول التالية طيب دكتور دلوقتي احنا لسه كنا بنتكلم عن انتشار المرض بشكل كبير في أماكن معينة في بلاد معينة زي إيطاليا على سبيل المثال كان آخر الأخبار معنا دكتور أشرف إزاي ممكن حضرتك دلوقتي بتقول في إجابتك الأولى أنه في إجراءات كان لازم تتخذ علشان ما يتمش اتساع الدائرة بالشكل اللي حصل مثلا في إيطاليا من عدد إصابات وعدد وفيات وإعلانها منطقة خطر طيب إيه اللي المفروض يتم اتخاذه وإيه هي الفئات العمرية المستهدف معروف أنه الفيروس الحقيقة يعني ما فيش موانع طبعا أو حواجز أنه هو ينتشر في أي بلد في العالم ومنظمة الصحة العالمية مبارح بس أعلنت أنه هو وباء عالمي لأنه أصاب أكتر من 100 دولة بمجرد ما زاد عدد الدول اللي انتشر فيها الفيروس إلى أكتر من 100 دولة أعلنت منظمة الصحة العالمية إلى أنه هو فيه تفشي وباء عالمي للفيروس كل الدول عليها اتخاذ الإجراءات الوقائية لأنه إحنا عندنا الحقيقة مرحلتين في القضاء على الفيروس المرحلة الأولى هي العلاج والمرحلة التانية هي الوقاية العلاج لم لم نحصل حتى هذه اللحظة على علاج فعال يقدر ينهي على المرض وبالتالي الوسيلة الوحيدة لمنع انتشاره هي الوقاية والوقاية زي ما منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات المهتمة ووزارة الصحة المصرية حتى بدأتها من إعلانات علشان تنبه الناس إلى أهمية الوقاية واتخاذ الإجراءات السليمة اللي تمنع انتشار المرض طب هل 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 طبعا منظمة الصحة بتقول بلاش الانتبيوتكس يعني ما ما تاخدوش انتبيوتكس أو موضطات حيوية دلوقتي ولكن هل 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 تنفعش لأنه بالضبط هل 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 هدوية لرفع المناعة ممكن الناس تاخدها أو حاجة حركة بترشح ده أو بتنصح بيه لا يا فندم حتى يعني أصدارة منظمة الصحة العالمية الحقيقة مؤخرا رد على كل الحاجات اللي بتتكلم على موضوع رفع المناعة أنا يعني شايف أنه لأنه لا لتم ولا زيت السمسم ولا حط أن الناس تحط محلول ملحي في الأنف أو أنها ترشي جسمها بكحول أو بمطهيرات كل الحاجات الحقيقة ما يكيش منها أي فايدة ما فيش طيب يا دكتور ما فيش بيها أي فايدة أسأل حضرتك آه علشان معيك خلف عمر بيقول لي سما أنا هسأل حضرتك بقى بالنسبة الحاجة برضو انتشرت فيتامين سي الناس برضو الفترة دي ناس كتير يعني شايف أنه هو برضو فعال في رفع المناعة الكلام ده سليم الحقيقة أنه عندي رأي في موضوع رفع المناعة ده فضل احنا اللي مطلوب علشان الواحد يبقى في حالة صحية جيدة أنه المناعة تبقى متوازنة ويكون رد الفعل سليم بالشكل المناسب في الوقت المناسب للمدة المناسبة لكن حكاية أنه يعني ناس بدور على أنه المناعة تكون زيادة فزيادة المناعة دي مشكلة لأنه ينتج عنها أمراض زي أمراض الحساسية وأمراض المناعة الذاتية وناصل المناعة ينتج عنها مشكلة لكن أنا عايز أقول كمان أنه الحالة المرضية الوخيمة اللي بتحصل نتيجة الفيروس فهي ما هياش نتيجة أنه الفيروس نفسه بيضر خلايا الجهاز التنفسي بشكل مباشر وإنما اللي بيحصل فعلا أنه ده رد فعل فارط رد الفعل المناعي هو اللي بينتج عنه هذه المشكلة يعني موضوع أنه أنه هؤلاء المرضى اللي بيوصلوا إلى حالات وخيمة بيحصل لهم ال ARDS اللي هو دي التنفس متلازمة دي التنفس الحادة طيب طيب الناس هل أقلم على الأطفال تعمل إيه دكتور يعني في حالة ألأ من الأمهات على الأطفال يعني إذا كان الحاجات اللي حضرتها في إجابتك التانية أنه يعني فيه أشياء انتشرت لكن لا داعي لها لأنها غير صحيحة إيه اللي المفروض يتبع مثلا مع ضفلة اللي بيانزل المدرسة يعمل وإيه اتخاذ الاجتماعات الهدرازية والوقائية ها ها لازم لأم تعلم ابنها إزاي إنه هو يغسل إيده قبل ما يحط إيده على وشه أو على عينه أو مناخيره أو بوءه لازم تعلمه إنه هو ما يحكش في الأسطح اللي هي المشتركة إلا إذا كان تأكد فعلا إنه هو بينظفها ممكن إنه هو بياخد معاه آآ مادة من المواد اللي آآ ممكن مطهرة على أساس إنه هو يستخدم يستخدمها طول الوقت يتعلم إنه هو يغسل إيده دايماً وكتير علشان ده حيبنع عنه إنه هو يحصل آآ يحصل له إصابة كمان ما يكونش فيه أماكن متزاحم متزاحم فيها وأي طفل عنده أي التهابات آآ الصدرية أو تنفسية آآ المفروض إن الوالدة أو أمه تركيسناه بتخليه آآ يقعد من المدرسة من ناحية علشان ما يعديش غيره ومن ناحية تانية علشان يخف بسرعة ربنا أشكر حضرتك شكراً يا دكتور الهلع اللي موجودة عند أي إن شاء الله آآ طبعاً في حالة هلع الأمهات تحديداً طبعاً ولكن الكلام العلمي اللي سيادتك بتقوله وأطباء أنا بيقولهه ده طبعاً بكلية تأثيري جابي فبشكر سيادتك شكراً جزيلاً دكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة بكلية الطباء جامعة عن شمس وربا ضر نافعة عشان نرجع تهينيز يا زمان ما كانوا بقولولنا وإحنا صغيرين اغسل إيدك قبل الأكل وبعد أن أكل أنا عايزة أقول لك خلط الألع عند الأمهات مش بس عشان الأطفال يعني ممكن لقدر الله يتعبوا أو حاجة إن شاء الله ربنا يعني يديم الصحة والعافية على الجميع لأ كمان عشان الأطفال هتوعد في البيت طبعاً عشان في أجازة من المدارس الأمهات قال أنا قوي بصراحة من موضوع الأجازة ده لا يطوي طيب تعالوا نشوف الإرشادات سلامكم الله دائماً يعني من كل سوء تعالوا نشوف الإرشادات يا رب إن شاء الله الإرشادات اللي بتقدمها منظمة الصحة العالمية عشان دايماً نكون لنا نخب بالنا ونكون في صحة وأمان من كورونا أو غير كورونا تعالوا نشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة